للمزيد تنظم إلينا من بيروت مراسلتنا جويس الحاج خوري أهلا بك جويس إذن آخر التطورات الميدانية لديك في هذه الأثناء يمكن الحديث عن هدوء على الجبهة في البقاع الشمالي وإنما طلت بعض الظهر كانت هناك مواجهات بين الجيش اللبناني وبين المسلحين الذين حاولوا الدخول أو التسلس إلى الأراضي اللبنانية عبر نقاط عدة على طول السلسلة الشرقية وإنما الجيش اللبناني بسبب التعزيزات التي كان قد استقدمها منذ صباح اليوم بعد تنفيذ العملية الأولى تمكن من صد هذه الهجمات هذه الهجمات كانت قد تنقلت بين عرسال ورأس بعلبك والفاكهة وصولا إلى اللبو أي طول المنطقة عند السلسلة الشرقية على الحدود اللبنانية السورية في هذه الأثناء كما ذكرنا هناك هدوء وإنما كانت هناك مدفعية الجيش اللبناني تقصف بعد ظهر مواقع المسلحين بعد صرص تحركاتهم وإنما أيضا كان هناك قصف بالطيران كان هناك مواكبة لهذه العملية جوا وبرا بالتزامن كما ذكرت هناك جرحة للجيش اللبناني وإنما أيضا هناك قتلى بحسب الجيش اللبناني في صفوف المسلحين الذين تمكنوا من سحب جثث العناصر الذين سقطوا في هذه المواجهات الجيش اللبناني وبعدما سيطر على ثلاث نقاط في منطقة رأس بعلبك كان يتواجد فيها المسلحون تمكن من وضع اليد على ذخائر وعلى عبوات معدة للتفجير كانت يرجح أنها كانت ستستعمل لاستهداف دوريات للجيش اللبناني في هذه المنطقة حيث يقوم الجيش بالدوريات دوريا لمنع المسلحين من دخول هذه الأراضي اللافت كان أيضا في فترة بعض الظهر دعوة أهالي رأس بعلبك للجيش اللبناني للقيام بعملية استباقية وعدم الاكتفاء برصد التحركات وقصف هذه التحركات أو استهدافها وإنما القيام بعملية استباقية لمنع المسلحين من التسلل إلى الداخل اللبناني نعم جويس خوري كنت معنا من بيروت شكرا لك ترجمة نانسي قنقر